وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الأردني قد رأس أعمال الدورة الحادية والثلاثين لللجنة العلية المصرية الأردنية المشتركة حيث أكد مدبولي أن اللجنة نجحت خلال دورات عقادها الثلاثين في تحقيق منجزات مهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة من أهمها الشركة المتميزة في مجال الغاز والطاقة ولفت مدبولي إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع العراق تعد نموذجا يحمل في طياته فرصا واعدة لا سفقت على الصعيد الاقتصادي وإنما أيضا في شقه الاستراتيجي